اشتركوا في القناة هي فكرة الحكم المسبق الحكم المسبق يعني الواحد من غير ما يعرف فلان انما بيحكم على فلان حكم المسبق احنا هنتكلم في المساء او في الجزء اللي اتقارى النهاردة في الانجيل ناس نائل واحد عايز يشوف المسيح فسأل في لبس ففي لبس قال له تعالى ده يسوع الناصري اسمه كده الناصري ليه لان من البلد اسمه الناصري فقال ايه حكمه مسبق على طوب قال امن الناصرة يمكن ان يخرج شيء انا اسف احنا بنتريق على الصعيدة احنا بنتريق على المنايفة بنتريق على الناس حكمه مسبق يلك فلان من اين من في الحتة الفنية تلاقيه كذا هي كده تلاقيه كذا ده حكم ايه مسبق بس النقاردة مش جايين نقول على المحافظات بتاعتنا احنا جايين نتكلم على الحكم المسبق تجاه ربنا احنا ساعات بنظن في ربنا بحكم مسبق انه هو مش معتني بينا ومش اخد باله مش عايز ياخد باله رأيتك ايه تحت التينة دي دي يزهر قصة ما يعرفاش غير نسناقيل وامه قصة انه هو كان مستخبي من الاضطهاد من وقت دبح اطفال بيت لحم ما هو السيد المسيح برضو كان في الوقت ده طفل فاشعرف يسوع اللي كان زي في سني في نفس الوقت ان انا كنت ماما خبتني تحت التينة يبقى هو كان واخد باله ازاي وهو طفل يبقى هو مش انسان هو اله قال لا ده كان عينه علي بقى ده كان واخد باله مني بس يبقى الحكم المسبق تلا غلط ده ربنا بيعطيني بي واخد باله مني وفاكر كل حاجة مدام هو فاكر كل حاجة ما يفعش احكم عليه حكمه مسبق الناس كانت بتتريق على المسيح لان هو اللبسه كده هي بسيط يعني كان الجليل المكان اللي في المحافظة او التلت الشمالي من فلسطين اسمه الجليل ده بتاع الفلاحين والغلابة وصيدين السمك ورعاة الخنازير والناس البوسطة اوية فهو سيد المسيح الجاي بالهدوم البسيطة دي داخل فين داخل ارشاليم ارشاليم دي المكان بتاع الاكابر الاغنية فلما ييجي يوعظ فقول شاليم ناس تتريق عليه تقول مين ده مين الغلبان ده تخيلوا النهار ده كده واحد لبسه بسيط خالص 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 لقته مسك الميكروفون عمال يتكلم في الكنيسة تقوله ايه ده مين ده الرجل ده يستفز كده الواحد فهوما كانوا بيقوله المسيح ده بان عليه مش فهم حاجة اليهود والفرسيين كانوا بيحكموا عليه حكم مصبك انه مش عارف حاجة لكن هو الله حصلت مرة برضو في اعمال الرسل ان بولس الرسول راح مدينة اسينا في اليونان فهو هناك بيعتبروا الفلسفة هي الحياة فراح مكان بيتجمع فيه الناس ابتدى تكلمهم عن الاله المجهول اللي هم مش عارفينه بيكلمهم على الله بس ده خلوهم مدخل كده ايه مين هو الاله المجهول اللي انتم بتعبدوه كانوا عاملين تمثال اسمه الاله المجهول انه عندهم طموح يعرفوا كل الاله فقاللهم بصوا بقى انا جاي اقولكم انا على الاله المجهول ده اللي انتم مش هخلقوا السماء والارض فاول كلمة قالوها ايه ماذا يريد هذا المهزار ان يقول انا اسف في الكلمة بالبلدي كده يقولوا مين البلياد شو ده مين الرجل المضحك المهزار قال انت تعرفهم من ايه تعرفوا منين عشان تقولوا عليه مهزار حكامتوا عليه ليه كده احنا دايما بنحكم حكم المصبك تجاه الامور الروحية يقولك اه ابونا جاي وعز يا عم يسيبك اه الخدم بيقول كده في مدرس الاحد من التاريق نبص كده على القناة الفضائية ونلاقيه كلمة عن كذا اه يتحكوا علينا عايزين يعملوا اعلانات ودعاية ماذا يريد هذا المهزار ان يقول مين دول اللي جايين يهزروا انا اعرف اكتر ساعة الواحد من كبرياء قلبه بيقول الكلام مش لان هو يعرف لا لان هو متكبر لان هو لو يعرف بجد هيزيد معرفة يعني الحكيم بيزيد حكمة بالتعليم انما الجاهل بيزيد حماق على رأيي صفر الامثال فاحنا عايزين نتعلم ان احنا ما نحكمش حكمه مصبك على حد لا على ربنا ولا على بني ادم ولا على خادم ولا على اي حد الحكم المصبك ده بيبقى فيه ظلم بيبقى فيه ظلم في واحد احمق حكم حكمه مصبك على داود النبي كان اسمه نابال احمق هو اسم ترجمة الاسم كده احمق نابال دوا كان رجل غني وكان عنده خرفان وعنده قطيع كبير يعني وقت الجز بتاع الصوف لما الصوف بيكتر بتاع الخرفان بيجزه وصوف بيبقى فيه فلوس كتير داود النبي في الوقت ده كان هربان من واجه شاول مش عايز يتخنق معاه لانه عارف لو كان يتخنق معاه كان ربنا هيخلي شاول يموت فداود كان حنين على شاول وكان هربان من شاول مش عايز يدخل في مواجهة حربية فكان بيشتغل حارس امن داود في الوثاترة دي جمع الشباب اللي فيهم عافية يعني وعمل بيهم زي ما تقوله فريق الفريق ده كان بيعودوا يحرصوا القوافل والناس الاغنية من السرق فكان طول الموسم داود النبي بيغدم الخدمة دي نظير ان هما ييجوا يدولوا اجرى اكلوا شرب او فلوس عشان يصرف عليه وعلى الناس اللي معاه في اخر الموسم اللي هو في موسم الجز لما يجزوا الصوف فجي معاد الجز بتاع الصوف نبال ابد الفلوس تمام تمام فداود النبي بعت له قال له ها انا ابنك خدمتك والناس دول خدموك فشوف اللي انت حابب تديه لنا من عندك كلام لطيف يعني فنبال حكم حكمه مصاب قالك دا شاب ضايع هربان من وجه سيدو شاول هربان من وجه سيدو شاول فبعت له قال له كده انت مين انت وانت مين ابن ياسة اصلا وانت يعني شتمه نبال شتم داود حكمه مصابك بالرغم ان داود كان عنده حق فعلا الفعل مستحق اجرته ده ربنا قال كده هو تعب لازم اخد اجرة موما اللي هو تعب كل الموسم ليه فنبال الاحمق دبس نفسه في مشكلة لما قال كده داود اتعصب وقال حي هو الرب لا يبقى له باقي البحاقت الى النهار يعني ايه هخلص عليه وعلى عيلته وعلى الناس حتى الكلاب اللي بتتبول على الحاقت انا هموته يعني غضب 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 غلط طبعا ففي الوقت دوا لحقته مرات نبال اسمها كانت ابي جايل كانت حكيمة وراحت صالحة داود قالت له معلش معلش احنا اسفين وطيبت خطره بهدية حلوة وقالت له نبال دا احمق هو جوزنا عرفاه وكمان انت ملك اسرائيل ماينفعش تعمل الحماقة دي انتر اخر ماينفعش تعمل جريمة لان بعد كده هتتوصن بيها العمر الكل ان انت في يوم من الايام قتلت فبلاش انت تعمل كده فخلت داود النبي ايه يمسك نفسه حكمه مصبك ان هيضيع حياتنا بال كلمة متسرعة ممكن نقولها نسمع اية نلاقي الاية دي بتتكلم مثلا عن التوبة ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون حكمه مصبك ربنا عايز يهلكنا ربنا عايز يضيعنا ربنا عايز يموتنا لكن في حد تاني يقول يا رب فعلا انا فاضل علي كتير عبال ما توب لازم ابتدي من النهار دي في واحد بيفهم الرسالة صح واحد بيفهم الرسالة غلط كل مرة هنقعد فيها في الكتاب المقدس الشيطان هيبعث لي افكار مصبكة يقولك مثلا ان الكتاب المقدس دون قصص اساطير زي ما بيقولوا الناس اللي بيهاجموا كتاب الملحدين يقولك دي اساطير وخرافات حد يصدق ان المية شقت حد يصدق ان يفيه طفان جيه حد يصدق انش عارف الكلام كلام فارغ طيب ادخل كده وقرأ كتاب المقدس ورهان بني وبينك اذا ما كانش قلبك يتحرك من جوه لان كتاب المقدس ده كلمة الله ايه حية وفعالة وهتشتغل جواك طالما انت ما قرطهاش ما تحكمش عليها حكم مصبك ما قرطهاش ما تحكمش عليها حكم مصبك كتير من الناس بيزعلوا نتيجة احكامنا المصبقة وممكن يزعلوا خالص ويسيبوا كنيسة يعني مثلا النهاردة انا ممكن الاقي اي حد جاي يتعرف علي انت جاي تعرف علي ليه يبقى عايز مني حاجة يبقى انت مش غرضك بسيط انت اش عرفك ان هو بيقول كده خليك بسيط انت راخر وتكلم هادي في واحد طالب مش عارف طالب منه خدمة الفلانية لا ده استغلالي اش عرفك انه استغلالي ده يمكن كبرياء قلبي ان انا مش عايز اخدم في اي حد مثلا في البيت من فضلك يا فلان تقدر تعملي كذا وانت متعملهاش ليه انت كسول اش عرفك انه كسول ما ممكن يكون عياه احكام مصبكة كتير بنعملها بتوقعنا في خطايا وربنا اصلا صابر علينا علشان نبطل احكامنا المصبكة دي ربنا يدينا بقى نعمة ان احنا نركز ناخد بالنا لاحظ ان نكون بنغلط في المسيح زي ناس نائيل الجميل في ربنا الجميل في ربنا ان هو لما كلم ناس نائيل ما عاتبهوش على حكم المصبك ما قالهوش كده برضو تقول علي خارج من الناصرة وما فيش حد كويس في الناصرة كان ممكن يقوله كده وكده تدبق معجزة لانه طبعا ناس نائيل هيكتشف ان المسيح كاشف افكاره فكان هيقوله برضو امنت بيك انما ربنا من اجل محبته مارداش يحرج ناس نائيل رد عليه باسلوب جميل اوي قاله انت اسرائيلي حقا لغش فيك يعني انت انسان مواطن صالح رائع يعني انت اسرائيلي حقا دي تكريم يعني فشوفوا قد ايه ربنا بياكس الاية ما بيحكمش علينا هو الاحكام برغم احكامه هي تبقى عدل انما ان احكامي المصبكة هي ظلم ربنا يقدر يحكم علي دلوقتي ويفنيني لانه عارف حقيقتي انما احنا بنحكم على الله احكام مصبكة ظلمة وهو بيستحملني ربنا يدينا ان احنا نفهم ازاي نتعامل مع الله ومع الناس متبقى الدون احكام مصبكة لالهنا كل مجد وكرامة الان وكل اقوان ودهر دور امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة